موسيقى الخير لازم واحد يبدل من ذاته لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يبدل من ذاته يعني عندك ماء وجه ابذل واحد يقول أنا عندي ماء وجه ما يخالف خليه يكون عندك ماء وجه ابذل ماء وجهك لله المن تحفظ هذا ماء الوجه المن تحفظ أرخص ماء وجهك لأجل الله هؤلاء اللي يتوسطون في أعمال الخير يشعر أن كرامته قد ضعفت ما يخالف لترك كرامتك لكن لأجل الله ليحفظ ماء وجه الدين ولكن لترك كرامتك ما يخالف هذا العمل صعب عليه فليكن صعب عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أحد العلماء الله يرحمه كان رجل وخدم حقيقة نقل لأحد العلماء يقول أنه شهد قبل ثلاثة أيام من وفاته وهو يبكي هو يبكي طبعاً هو يخدم حقيقة وما يجي باسمه خدم خدم التشيوع خدم الأمة قدم خدمات ولكن هو كان يبكي ومتأثر قال له ليش تبكي قال في الواقع أنا ما بذلت ماء وجهي لله هو هالشكل كان جمعت الكرامة يجمع الكرامة يجمع الشخصية يصير هو محترم يصير مهيب عند الناس أنا جمعت الكرامة وما بذلت ماء وجهي لله أنا أبكي لهذا العمل بينما تجد مثلاً إذا الشهرية كانت تتأخر المفروض أن هذا العالم يعطي شهرية للطلبة خوة تجي تكلم واحد أن الشهرية متأخرة أن المشروع الفلاني يحتاج هذا واحد يشعر بنوع من الغضاظة بنوع من الإهانة يشعر ما كان مستعد الشهرية خلت تتأخر أنا شعلي أنا ما عندي منطق ما عندي منطق ما أقدر أنا شعلي هالشكل كان هو أي عالم مهم كان هو أي خدم لكن كانت فيه هذه الحالة كان يبكي أنه ليش أنا ما بذلت ماء وجهي لله مقابل هذا النقطة المقابلة أحد العلماء كانت تأتيه لأموال الطائلة كان يبدلها جميعاً إلى أن يفتقر ما عنده يصير فقير بعدين يجي واحد محتاج يجي واحد فقير ما عنده فلوس شنو كان يسوي ما كان يقول ما عندي كان يروح يقترض ويعطي لهذا الفقير يعطي لهذا المشروع يعطي لهذا اللي يريد يتزوج يقولوا ليش شيخنا شيخ كان ليش كان يقول في الواقع أنت خب ما عندك القدرة إذا واحد ما عنده الفقهاء يقولون القدرة من الشرائط العامة للتكليف أخذ ما وهب سقط ما وجب إذا واحد ما عنده قدره ما أكدر قوة يعني ما أقدر ولكن كان يقول أنا فلوس ما عندي ولكن عندي ما يوجه هذا الفقير ما عنده ما يوجه إذا هو يروح يددائل ما يطول دين إذا يروح هو ياخذ ما يطول لكن أنا عندي ما يوجه أبذل ما أوجهي لهذا الفقير أو لهذا المشروف لاحظوا هذا ولاحظوا ذاكه هذا الموقف وذلك الموقف واحد يبدل من ذاته يضغط على ذاته لأجل الخير لأنه بعديا كل شيء ينتهي بلحظة واحدة الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن والتفت الساق بالساق وفي الآية التي قبلها وقيل مراق يعني الأقرباء يقعدون حوله الأصدقاء يقعدون حوله يا طبيب هذا الطبيب ذاك الطبيب ذاك الطبيب ما يفي وقيل مراق وظن عنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق اشتركوا في القرآن